تلقى رئيس عبد الفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير تناولت مستجدات الأوضاع في السودان هذا وأكد رئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين وجهان داءا للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمية وأعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية وأكد أن تصاعد العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الوضع مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيز الضامن لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان